اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق ان الجيش قتل تسعة عناصر من تنظيم داعش بينهم قيادي في غارات جوية استهدفت معاقل داعش في ديالة الشرقي العراق اذا واضحت السلطات العراقية ان العملية تأتي ثأرا لمقتل سرية للجيش العراقي في ديالة منذ اكثر من اسبوع لكن السؤال هل تعد العملية منعطفا جديدا في مواجهة داعش ام تمثل الفصل الاخير في الحرب على التنظيم عملية دقيقة ونوعية نفذتها مقاتلات الجيش العراقي استهدفت معاقل داعش في ديالة شرقي البلاد عملية اسفرت عن مقتل تسعة عناصر من التنظيم بينهم ابو موسى العراقي احد ابرز قادة داعش في منطقة حاوي العظيم بالاضافة الى اربعة عناصر لبنانية تنشط في التنظيم المتطرف والقتل وفق وزارة الدفاع ضالعون في الهجوم الذي استهدف سرية للجيش العراقي مكون من 11 عنصرا في ناحية حاوي العظيم في ديالة قبل اكثر من اسبوع الاستخبارات العسكرية العراقية قالت ان عملياتها الامنية الواسعة التي اطلقتها عقب مقتل عناصرها ما تزال متواصلة حتى تثأر لقتلها وهجوم العظيم يمثل تحديا جديدا للحكومة العراقية ورسالة خطيرة عن عودة التنظيم لتنفيذ هجمات نوعية تؤكد حضوره القوي في العراق على الرقم من اطلاق القوات العراقية واجهزتها الامنية عشرات العمليات في مناطق محافظات ديالة وكاركوك ونينوى وصلاح الدين والانبار وهي مناطق تعد قاعدة اساسية ومهمة لانطلاق هجمات داعش كان اخرها شن ثلاث عمليات كبيرة في ديسمبر الماضي وقد نجحت هذه العمليات في خفض معدلات هجمات التنظيم لكنها لم تمنح من شن هجمات مضادة فهجوم داعش الاخير جاء بعد يوم من انتهاء عملية تمشيطا استهدفت معاقل التنظيم في سلسلة مرتفعات حمرين المتدة بين ثلاث محافظات شمال البلاد وهي ديالة وصلاح الدين وكاركوك وخلال العام الماضي اسفرت هجمات داعش في هذه المناطق تحديدا عن مقتل واصابة المئات من عناصر الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة والحشد وعدد من المدنيين وفيما يحذر خبراء من زيادة وطيرة هجمات التنظيم خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انسحاب القوات الامريكية انتقد مراقبون جدوى عمليات الجيش ومختلف الاجهزة الامنية في تلك المناطق مشيرين الى انها غير جدية وتفتقد للجهد الاستخباراتي النقاش ينضم الينا من بغداد الخبير الامني والاستراتيجي معاً جبوري ومن اربيل الخبير العسكري والاستراتيجي حسان القيسون اهلا بكم ها ضيفي الكريمين نبدأ معك ضيفي من اربيل هل نحن اذا امام عودة التنظيم وخطر حتى وان تغير تكتيك اما يحدث هو اخر فصل من فصول محاربة داعش في العراق تحية لك وتحية لضيفك الكريم الاستاذ معان داعش مصدر سريح للشر ولكن السؤال هل داعش قادر على احتلال قرية صغيرة على الاراضي العراقية الجواب لا داعش فقد قدرات القتالية وقيادته الميدانية ودعمه اللوجستي وفقد حواظنه الذي كانت تؤمن له حرية الحركة والتواجد داخل المدن والقرى فاذا داعش ولكن السؤال لماذا داعش بعد خمسة سنوات من اعلان النصر يستطيع ان يقوم بعمليات تعرضية ترهق وتزنزف القطاعات العسكرية الجواب لان في ادارة الحرب كانت هناك اخطاء كان الهدف الاستراتيجي هو تحرير الاراضي العراقية الذي احتلت من قبل هذا التنظيم الارهابي وليس القضاء على داعش فكان يجب بعد تحرير مدينة الموصل ان نستثمر النصر وان تكون هناك وقفة عبوية وبدأ الصفحة الثانية مطارة داعش لان كثير من خلايا داعش فرت الى الصحاري وسلاسل الجبال واصبح هذه الصحاري ملاذا آمنا لهذه الخلايا واستطاعت ان تعيد ترتيب اوراقها وبدأ بالعمليات مرة اخرى هذا السؤال انتقل به الى سيد معنى اهلا بك سيد معنى يعني لماذا داعش كما سأل الاستاذ احسان بعد خمس سنوات يستطيع ان يرهق القوات الامنية العراقية ويقوم بعمليات نوعية يعني اكثر من الف عملية ما بين عبو وناسفة وسيارة مفخخة خلال العام الماضي 2021 ليست بقليلة ومرهقة للقوات الامنية لماذا في رأيك؟ طيب يومك استاذ فيصل وسادة المشاهدين والضيف العزيز استاذ احسان من اربيل واضح ان داعش لم ينتهي ولم يمت حيث انما عاد من حيث اتى قبل احتلاله لمحافظات العراقية وانشأ ما يسمى بدولة الخرافة الاسلامية التي سقطت عام 2017 داعش تنظيم عالمي استاذ العزيز كما يعلم المشاهد ليس محلي في العراق لكي ينتهي ويسقط بسقوط الدولة التي كان يحلم بها واسسها لعدة سنوات في العراق والشام عليه الآن هناك ومستغلا طبعا الحراك السياسي لا ننسى ايضا داعش يستثمر الظروف التي تحيط بالعراق حتى على الصعيد الاقليمي هناك في سوريا كانت ولا تزال وان احكم بعض الشيء السيطرة على الحدود العراقية السورية منذ عام 2003 حتى اللحظة كانت ولا زالت الحدود السورية تمثل مشكلة اساسية في تحركات داعش الارهابي دخوله وخروجه من العراق وفق متغيرات المعركة التي كانت تجري على الارض واذا هو تنظيم عالمي يستطيع ان يختبئ ويستطيع ان يضرب متى ما يشاء واين ما يشاء مستغلا هذه الحالة التي تفضلتم بها في التقرير المناطق الرخوة وتضاريس الجغرافية المعقدة بين محافظتي ديالة صلاح الدين كاركوك هو باتجاه نينوى حتى الحدود السورية طبعا لكن يأتي سوء تيخالفك سيد في هذه الفترة يعني انت في حديثك ترى انه يستغل الظروف وتنظيم عالمي يعني لا تتحدث سيد معا عن حشاشة النظام الامني في العراق هناك من يربطه بان الحكومات المتعاقبة لم تخلق وحدة وطنية قوة قادرة على المواجهة ككتلة واحدة وهو احد اسباب عودة هذا التنظيم ربما مرارا وتكرارا هذا على الصعيد السياسي نعم اتفق مع الاستنتاج الذي تفضلت به ولكن الان العلاقة باتت وثيقة جدا ما بين القوات المسلحة والمواطن العراقي لم تعد هناك اجواء ولم تعد مناخات مناسبة لخلق مظافات لداعش الان الوضع تغير كثيرا الكل تضرر على سبيل المثال المحافظات الغربية السنية الذات الاغلبية من المكون السني دفعت ثمنا غاليا سواء في احتلال داعش او في مرحلة التحرير وما بعدها وحتى اللحظة تدفع ثمنا غاليا الان لم تعد هناك ارضية لهذا التنظيم لذلك اصبحت الثقة كبيرة اصبح المواطن هو العين الساهرة ومن يدلي بالمعلومة الاستخباراتية للاجهزة الامنية والقوات المسلحة من اجل تخليصه من هذا التنظيم الارهابي المرير ما رأيك سيد حسان يعني القوات المسلحة اصبحت لديها علاقة قوية مع المجتمع العراقي خاصة في النطاق السني لم تعد هناك ارضية حاضنة للتنظيم وتحركاته صحيح تمامه لكن احد الاسباب الرئيسية سنة 2014 لاحتلال داعش ثلث مساحة العراق هو الفساد الاداري والمالي الذي كان ينخر جسد المؤسسة العسكرية وايضا المحاصصة المقيتة يتم اختيار يا سيد العزيز القادة العسكريين ليس حسب كفاءتهم وولاءهم للوطن حسب انتمائهم للأحزاب الحاكمة وحسب انتمائهم الطائفي هذه كلها ادت الى ضعف القرار السياسي وايضا هناك في الفكرة العسكرية يا سيد العزيز ما يسمى اسبقية العمل العسكري لكي تحقق اهدافك الاستراتيجية كان علينا مسك الحدود بين العراق وسوريا وحرمان داعش من حرية حركة المقاتلين ورؤوس الاموال والاسلحة والاعتداء وهذه العملية لن تتم والان بدأت هذه العملية تتم وارجو ان تتم لحد الان لن تتم لان هناك فراغ امني من الجانب السوري للنظام السوري ولا قسد ماسك الحدود السورية العراقية فاذا هي ارض رخوة فيجب مسك هذه وعلى القطعات العسكرية مضاعفة الجهد الاستقباري والامني والعسكري لان هناك فراغ امني من الجانب السوري وعدم السماح لكرة النار ان تتدحرج من الارض السورية الى الارض العراقية وبالأقص بعد هروب عناصر داعش من سجن الصناعة في الحسكة وأيضا هناك ضعف في الجهد الاستقباري وليس بسبب عدم كفاءة الأجهزة الاستقبارية بسبب عدم توفر القدرات الاستراتيجية لجمع المعلومات عن تحركات هذه المجاميع الجوالة وهذه الإمكانيات الاستراتيجية تملكها دول التحالف فإذا نحن في حاجة ماسة إلى الجهد الاستقباري وجهد الجوي لدول التحالف وهي تزيد من قدرات القتالية القوات العراقية البرية أجهانب آخر يطرح من كثير من المحللين العراقيين في المجال الأمني والاستراتيجي التنظيمات الإرهابية سيد معن نشطت في العراق منذ عام 2004 بالتزامن مع بروز ميليشيات شعية وافدة محلية كميليشيات بدر وأيضا جيش المهدي إضافة إلى الأجنحة العسكرية لأحزاب الشعية العراقية أليست الطائفية وعدم موجود كتلة وحدة وطنية ستخلق بالمحصلة وهي لازالت حاصلة بالحديث أيضا في الداخل العراقي أن أهمية نزع السلاح مؤخرا كما حدث أيضا بالأمس وتحدثنا عبر سكاين نيوز عربي عن هذا الموضوع سيعيد خلق طرف آخر غاضب وبالتالي يتحول إلى إرهاب جديد في العراق تمام هذا الأمر وارد أستاذ فيصل نعلم أن هناك الأجنحة المسلحة الميليشيات الفصائل المنفلتة التي تعمل ليس فقط خارج إطار الدولة إنما بالضد من سياسة الدولة وبضد من أمن الوطن والمواطن وهذا ما نشهده في الصراعات الداخلية حتى في خصوصا الحراك السياسي الانسداد السياسي التي وصلت إليه بعض القوى في تكوين الحكومة القادمة وما انعكس على الشارع العراقي من ضربات سواء كانت تستهدف المقرات الحزبية لعموم هذه الأعزاب كل يستهدف الطرف الآخر أو الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات والفصائل على مؤسسة الحكومة المنطقة الخضراء في قلب أغداد والتي تضم كما ومعلوم بالإضافة إلى السفارة الأمريكية الملحقيات الدبلوماسية لمعظم دول العالم القصف مطار بغداد مطار أربيل هذه كلها حقيقة أولويات يجب أن تعالج لغرض تأمين الدور الأمني والسلم المجتمعي للمواطن عليه نعم نشأة هذه الميليشيات وأن تملك الأعزاب هذه الفصائل المسلحة وأكرر خارج سيطرة الدولة لا زال خطرا يهدد السلم المجتمعي وخلق أيضا لدى المكونات الأخرى شعور بأنه يجب أن تكون لديهم قوى مضادة تعمل السلاح تعمل لحمايتهم تعمل لردود أفعال لهذه القوى طبعا لا ننسى الصراع الإقليمي الدائر والدولي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية واتخذ إيران العراق كحديقة خلفية وكساحة صراعات مصد لها لكي لا تنتقل المعركة إلى الأراضي الإيرانية المضطرب أيضا عليه الجانب الإقليمي أيضا يلقي بظلاله والأذرع الإيرانية لا تزال فاعلة وناشطة ويعذري في ذلك وجود قآني وكوثراني والكثير من الشخصيات الإيرانية في العراق برحلات مكوكية أحيانا يتندر الشارع العراقي بأنهم في العراق أكثر مما هم في إيران وهذه طبعا لها ارتدادات خطيرة على الأمن العراق على السلم المجتمعي على التدخل في السياسة الداخلية العراقية وعلى وجود تنظيمات إرهابية مقابلة كتنظيم داعش أود أن نستمع إلى رأيك سيد إحساني لأي درجة إطلاق يد الميليشيات في العراق يزيد في المقابل من وجود أشكال أخرى للإرهاب المقابل لها نضع أن نقاط على الحروف مطار بغداد الدولي هو أحد رموز السيادة العراقية الدولة العراقية فعندما يستهدف هذا المطار هو استهداف لسيادة الدولة العراقية وهناك فلش الاستقباري لأن العمل الاستقباري هو استباقي أي كشف عن العملية قبل وقوعها وليس بعد وقوعها يبدو لي أن الأعمال الإرهابية أصبحت جزءا من الصراع السياسي في العراق هناك بعض الجهات التي هزمت في الانتخابات العراقية بدأت تستقدم الأعمال الأرهابية لكي تحصل على مكاسب سياسية على الأرض فإذن منظومة الفساد يا سيد العزيز ومنظومة السلاح المنفلة المتمثلة في هذه الميليشيات هي جزء من العملية السياسية التي تأسست في 2003 لكن دعني أقاطك سيد إحسان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعا في تغريدة إلى تسليح العشائر وسكان المناطق وتدريبهم لصد هجمات داعش وملاحقة عناصر الفارين يعني خطورة استخدام التحدي الأمني لمبرر انتشار السلاح في ظل دعوات لنزع السلاح عن هذه الميليشيات أصلا هذه دعوة إلى فوضى أكبر في العراق كل شيء كل سلاح خارج المؤسسة العسكرية الدستورية الدستورية انتبه وليس القانونية الدستورية هو فوضى كل تشكيل سوف يؤسس إذا كان شيعيا أو مسيحيا أو سنيا فهو يعتبر ميليشيا وهذه الميليشيا لا تستطيع أن تؤسس دولة مؤسسات يا سيد العزيز بوجود ميليشيا على الأرض ليس هناك أمن واستقرار وليس هناك ترسيق لقواعد المنهج الدموقراطي في العراق بوجود ميليشيات مسلحة وبالأخص وأخطر ميليشيات مسلحة هي المؤدلجة التي تأتمر بأوامر من خارج الحدود وأختتم هنا معكم بمقال لكاتب عراقي اختتم هذا المقال وقال وتساءل الباحثون حقا عن حلول عليهم قبل كل شيء أن يبحثوا عن العوامل التي هيئت الظروف لنظام الاضطهاد والإقصاء الجماعيين لسنة العراق وسوريا بدون هذا سيكون إرسال داعش إلى قعر الجحيم ضربا من المستحيل هنا أقتبس ما ورد في المقال أود أن أستمع إلى رأيك سيد معا نعم أتفق مع هذه الرؤية حتما هناك الحلول السياسية قبل أن تكون عسكرية كما ذكرت لأن أن يشعر مكون كبير أو مكونات كبيرة من الشعب العراقي بأنها خارج المعادلة ومهمشة وأن يكون الانتماء الطائفي والمذهبي هو السائد على حساب الهوية الوطنية ونحن نعلم أن العراق من البلدان التي لها تاريخ طويل أكثر من سبعة آلاف سنة تضم الأديانات بمجملها والمذاهب والمكونات لا يمكن اختزاله بمكون ولا يمكن أن يهمش طرف آخر مهما صغر حجمه أو كبر عليه الهوية الوطنية يجب أن تكون هي الأولوية بصراحة ويجب أن يكون الانتماء للعراق فقط أما أن تكون الحجة بأن هذا المكون أكبر من ذاك وأنه يمتلك الحق في أن يتحكم وخصوصا عندما تدخل المذهبية لنزاعات إقليمية كما ذكرت وأن يدخل عامل المؤثر الخارجي على سياسة ومنهج الدولة هذا يشكل مرحلة خطيرة من مراحل الصراع ولا يمكن أن ينتهي وطبعا إنما يجب أن يكون هناك حقيقة دستور يضمن حقوق الجميع مهما صغرت أو كبرت ويكون للمواطن حق العيش كما يحق لغيره سيد إحسان مرأيك هل يمكن محاربة أي تهديد أمني في ظل غياب الوحدة الوطنية الهوية الانتماء للوطن أصلا موضوع داعش داعش مصدر صريح للشر وسوف يبقى لعدة عقود تعاني منهم المنطقة العربية بالكامل والسبب لن نعالج الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه التنظيمات الأرهابية العمل العسكري لوحده لا يقضي على تنظيم أيدلوجي صاحب فكر ويستطيع أن يجند لحد هذه الدقيقة التي أتكلم بها يستطيع أن يجند عناصر جدد له لأن لن نقضي على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه التنظيمات الأرهابية لن نقضي على الفساد لن نقضي على الفقر لن نقضي على الطائفية لن نقضي على التهميش لن نقضي على الأقصاء لن نقضي الانتماء إلى الطائفة أو العرق وأن يكون الانتماء وطني هذه كلها أسباب يجب أن نبدأ الحرب الفكرية الحرب المجتمعية الحرب ضد الفساد الحرب ضد الفقر هذه كلها هناك واجبات على رجال الدين الأفاضل أن يبدأوا بالحرب الفكرية ضد هذه التنظيمات وليس داعش فقط كل التنظيمات الأرهابية حتى أخوان المسلمين ومجاميع المسلحة لأخوان المسلمين هذا من واجب رجال الدين الأفاضل أن يبدأوا بالحرب الفكرية فإذا العمل العسكري لوحده لا نستطيع أن نقضي على أيدلوجية هكذا تنظيمات متطرفة فيبدأ يجب أن يكون هناك تعاون وأن يكون الانتماء إلى الوطن ومن ثم الانتماء إلى الأمة العربية والحفاظ على الأمن القوم العربي من خلال محاربة كل هؤلاء وأيضا محاربة الذي استثمر في داعش وهي إيران وغير إيران إحسان الغيسون الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من أربيل ومن بغداد كان معنا الخبير الأمني والاستراتيجي معنا الجبوري شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار شكرا جزيلا لكم